المعلومات والحكومة الإلكترونية لتنمية القطاعات الوعدة كما يأتي في إطار مواصلة تبني المبادرات الفاعلة والتي من شأنها أن تسهم في دعم استراتيجيات وأولويات الحكومة لا سيما دعم خطط التعافي الاقتصادي وأشار القائد إلى أهمية البرنامج في بناء صفوف من الكوادر الشبابية المؤهلة في المجال التقني للارتقاء بالمؤسسات الحكومية والخاصة مؤكدا أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع وزارة العمل تعمل على هذه المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى صقلي وإبرازي ودعم البحرينيين من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات التقنية والباحثين عن عمل ترجمة نانسي قنقر